في إطار التعاون القائم بين البلاد ومنظمة الهجرة الدولية جاءت هذه الزيارة التي قامت بها المدير العامة لمنظمة الهجرة الدولية أمي بوب إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والشاديين بالخارج السفير محمد صالح النظيف تطرق الطرفان حول سبل التعاون بشأن تنفيذ الخطة الاستراتيجية لـ 2024 وـ 2028 في فترتها المحددة وعيضا تم مناقشة أوضاء اللاجئين السودانيين في شرقي البلاد من جانبها المدير العامة للمنظمة أكدت رغبتها بالوقوف إلى جانب الشاد في هذه العزمة التي قدمت فيها الكثير والكثير من الجهود حتى تساعد اللاجئين في فترة وجودهم على أرض شاد وأضافت أن اللقاء سمح لهم في مناقشة مواضي كثيرة تنصب في تنمية وتطوير وتوفير سبل عيش كريما للاجئين على أرض شاد والجدير بالذكر أن المنظمة نفذت الأعديد من المشاريع التنموية بالتنسيق مع السلطات الشادية في مناطق متفرقة من البلاد